اشتركوا في القناة المتعلقة بالعملية السياسية الهدفة لإنهاء الحرب وإهلال السلام في بلادنا حيث يدد لواء زبيدي دعم مجلس القيادة لليهود السعودية والجهود الأممية للتوصل إلى حل شامل الأزمة مشددا على أهمية وجود عملية سياسية جادة تعالج القضايا المحورية المسببة للصراع وفي طليعتها القضية الجنوبية ناقش عوض مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة مع الوكيل المساعد للوزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية اللواء عبد الناصر صبير ناقش جملة من القضايا للدارية والفنية وخلال اللقاء استمع الأرادة من اللواء صبير إلى تقرير موجز عن نتائج زياراته الميدانية لمختلف الأجهزة والوحدات الأمنية بمحافظة مارب وتقييم مستوى أدائها ومشيدا بجهود قيادة الوزارة الداخلية وحرصها على تدليل كافة الصعوبات والتحديات الماثلة أمام الأجهزة والوحدات الأمنية بالمحافظات المحررة وحالة مشاكلها أولا بأول وحث عوض مجلس القيادة اللواء العرادة قيادة الوزارة على وضع المعالجات والحلول الممكنة لكافة المشاكل المالية والإدارية والفنية والتقنية لدى أجهزة الشرطة في محافظة مارب وباقي المحافظات المحررة نقش رئيس مجلس الوزارة دكتور معين عبد الملك مع نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس الوزارة رئيس ديوان الرئاسة شيخ منصور بن زايد على النهيان نقش معه العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها وأطلع رئيس الوزارة نائب الرئيس الإمارات على مجمل الأوضاع والمستجدات والدور المعول على الأشقاء في الإمارات لإسناد جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي مثمنا دورها وتدخلاتها منع الشقاء في المملكة العربية السعودية في اليوانب الإنسانية والتنموية بدوره نوه نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد بما تبذله الحكومة اليمنية من جهود والحرص على دعم جهودها لتحقيق الاستجابة المطلوبة للتحديات الاقتصادية والإنسانية ترأس وزير الدفاع رئيس لجنة الأمنية العليا الفريق روكن محسن محمد الدائري في المكلة اجتماعا للجنة الأمنية بمحافظة حاضر مونت بحضور محافظة رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوط بالماضي لمناقشة الأوضاع الأسكرية والأمنية بالمحافظة واحتياجات تعزيز الأمن والاستقرار وأشهد وزير الدفاع بمستوى الاستقرار والأمن الذي تشهده حاضر موت وتنسيق التناغم بين الأجهزة الأمنية والوحدات الأسكرية داعيا إلى المزيد من اليقظة لمحاربة قوى الشر والإرهاب من جهته رحب محافظ حاضر موت بوزير الدفاع في زيارته للمحافظة ومشيرا إلى أن حضر موت وصلت لمرحلة متقدمة من الأمن واليقضة وجاهزية الوحدات العسكرية والأمنية واستمضي قدما للحفاظ على هذا المنجز وتطويره دكت وحدة طيران المسجرة التابعة لمحور الرزامات لواء حرب واحد بمحافظة صعدة وسلاح المدفعية تحصينات الميليشيات الحوثية الانقلابية بالإضافة إلى تدمير مرافض مدفعية ومواقع تمركزها في سلسلة جبال مديرية الصفراء رد أنها على خروقات للهدنة قامت بها هذه الميليشيات استهدفت خلالها مواقع المحور وأسفرت هذه العمليات عن إخماد نيران العدو كما تم استهداف قواعد أطلاق الطائرات المسجرة مما أسفر عن تكبد ميليشيات الحوثي غسائر كبيرة مادية وبشرية كما شهدت أعداد من عناصر الميليشيات الحوثية تفر من مواقعها صعوب المناطق الداخلية بين الجبل والشعاب بعد تلقيها عدد من الضربات المركزة الموجعة وصلاة نهاية الموجز قدمناه لكم من قناة عدد الفضائية اشتركوا في القناة